بمعزل عن التواغل الأوكراني المباغت في العمق الروسي بمنطقة كورسيك قبل نحو إسبوعين أعلنت روسيا سيطرة قواتها على بلدة جديدة في منطقة دونتسك وتحقيق تقدم متواصل وزارة الدفاع الروسية وفي تقريرها اليوم أفادت أن الجيش الروسي سيطر على بلدة زالي زيني القريبة من توريتسك في منطقة دونتسك ووصفتها بأنها واحدة من المراكز السكانية الرئيسة في المنطقة ومنذ الخريف الماضي يواصل الجيش الروسي تقدمه على جبهة القتال الشرقية حيث سيطر فيها على العديد من البلدات والقرى في مواجهة القوات الأوكرانية التي تفتقر إلى العتادي بحسب المراقبين ومع مواصلة روسيا تحقيقها المكاسب الميدانية في ذلك المحور من القتال أمرت أوكرانيا بإجلاء العائلات من بوكروفيسك ومحيطها التي تعد مدينة استراتيجية إذ تقع على التقاطع الرئيسي لطرق إمداد القوات الأوكرانية والبلدات في الجبهة الشرقية حاكم دونتسك فاديم فيلاشكين أوضح أن أكثر من 53 ألف شخص يعيشون في المنطقة بينهم أربعة آلاف طفل واصفا قرار الإجلاء بأنه ضروري ولا مناصة منه وفي آخر التطورات الميدانية في كورسك الروسية قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينيسكي إن القوات الأوكرانية باتت تسيطر على أكثر من 1250 كم مربعا و92 تجمعا سكانيا في العمق الروسي زيلينيسكي حث حلفاء أوكرانيا على السماح لبلاده بشن ضربات في العمق الروسي باستخدام الأسلحة الغربية قائلا إن منع ذلك هو السبب الرئيسي لعجز القوات الأوكرانية عن وقف التقدم الروسي على خط المواجهة في الشرق